الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف الأعمال الحربية بين تركيا وسوريا في إدلب تزامناً كباش روسي تركي ناعم على خلفية التطورات العسكرية في إدلب وقبل قليل أعلن الكريملين أنبوتين وإردوغان اتفقا على اتخاذ إجراءات لتحسين تنسيق خطوات البلدين في سوريا من إدلب إلى أوكرانيا التوتر بين أنقرة وموسكو يتظهر فتقدم الجيش السوري بغطاء روسي في محافظة إدلب وتوسع منطقة العمليات إلى ريف حلب يبدو أنه تجاوز ما تعتبره أنقرة خطوطاً حمران وهذا ما دفع أردوغان إلى التهديد بأن بلاده لن تسمح للنظام السوري بتحقيق مزيد من التقدم الميداني في إدلب وجاء تصريحه غداة معارك غير مسبوقة بين الجيش التركي والجيش السوري في محافظة إدلب حتى ساعة لم يتبين ما إذا كان النظام السوري مدعوماً من روسيا سيكمل معركته إلى حيث لا يريد أردوغان ولكن الأكيد أن غضب الرئيس التركي قاده إلى تفجير مواقف نوعية في أوكرانيا بوجه روسيا أبلغ الرسائل هي تلك هنا قال إردوغان لحرس الشرف المجد لأوكرانيا فرد الحرس للأبطال المجد فماذا تعني هذه التحية؟ هذه تحية رسمية انتشرت إبان الحرب العالمية الثانية واعتمدتها حركة القوميين الأوكرانيين كشعار معاد للسوفييت وعاد هذا الشعار ليظهر من جديد في أوكرانيا إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2014 وبعد أن ضمت روسيا جزيرة القرم من أوكرانيا تابع إردوغان مناكفة بوتين حين صرح قائلاً لم ولن نعترف بضم القرم إلى روسيا بعد عودته من كياف إلى أنقرة شاء إردوغان أن يعيد دوزنة مواقفه فقال ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا في هذه المرحلة فلدينا معها مبادرات استراتيجية للغاية لكن الرد الروسي على مواقف إردوغان العالية السقف لم يتأخر وامتد من ملف إدلب وصولاً إلى الدور التركي في ليبيا إذ قال وزير الخارجية سيرجي لافروف على تركيا الالتزام الصارم باتفاقات سوتشي حول إدلب وأكد أن مئات المسلحين انتقلوا من إدلب إلى ليبيا ورغم تعدد الملفات الخلافية بين روسيا وتركيا إلا أن ميدان إدلب يبقى حالياً الساحة الأقرب لتصفية الحساب بين الحليفين اللدودين إلى الشأن الإيراني إذ برز إعلان طهران رغبتها في حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن الموقف الإيراني جاء على لسان السفير الإيراني في العراق لوكلة الأنباء العراقية الرسمية إذ أعلن الدبلوماسي الإيراني أن قاسم سليماني الذي اغتيله بضربة أمريكية في مطار بغداد الشهر الماضي كان يحمل رسالة تحدد موقف إيران من التقارب المحتمل مع السعودية وتتضمن رؤية طهران في محاربة الإرهاب ونشر السلام والأمان والمحبة وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة رحيل الفنانة المصرية نادية لطفي عن 83 عاما فما هي أبرز محطات العندليب الشقراء كما سماها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ترجمة نانسي قنقر